ديما وجدوا متألق ما جيلت بلدخوة جديدة يوم تعادل المتخب الجزائر مع بوركينافاسو أيضا هزيمة منتخب موريتانيا وتعادل منتخب تونس مع مالي تعليقك بداية على نتائج هذا اليوم والمنتخبات العربية قبل أن تكلم أيضا على منتخب مصر طبعا هو يوم سيء بالنسبة للمنتخبات العربية للأسر أغم التعادل الإيجابي لتونس والمنتخب الجزائر لكن الأسر في طعم الهزيمة أغم أن هم بيلعبوا فرقتين من الفرق الأقوية خصوصا مالي من الفرق اللي هتبقى الحصان الأشود للبطولة بمجموعة اللاعبين اللي موجودة عندها والتكتيك اللي هم بيستخدموه في التحولات الدفعية الهجومية والاختراقات الفردية اللي بيعملوها لكن منتخب تونس قدر أنه يكون موجود في الشروط الأول ند المنتخب مالي بعض الشيء لكن في الشروط الثاني على فترات ضعيفة حاول أنه هو يستدرك المنتخب المالي خصوصا عن طريق الهجمات المنظمة السريعة من ناحية اليسار بتاعتهم عن طريق تجميع اللاعب في الجهة دي لتميز الباك اليسار بتاع تونس زائد وجود رقم 8 ورقم 27 اللي موجودين في الجهة دي تقدروا أنهم يعملوا أكتر من هجمة وحتى الهدف جي من نفس الجهة لكن منتخب مالي منتخب قوي جدا في الاختراقات الفردية عندهم سرعات فردية عالية لكن الدفاع التونسي يقدر أنه يكون موجود في باقة في كتير من اللحظات زائد الحيس المرمى اللي غطب ضهوره مع الطريق النواكة بيعمل التخطية التكتيكية في ضهر الدفاع لكن نتيجة مش إيجابية 100% لمنتخب تونس الناحية الثانية منتخب الجزائي اللي زال بيعاني مش هو منتخب الجزائي اللي احنا كنا منتظرينه منتخب الجزائي من المنتخبات اللي المفروض أن هي في المستوى من وكة نظر الشخصية سنهغال مغرب رقم واحد بعد كده الجزائي ومصر وتونس المفروض معهم مالي وكودوفوار ونيجيريا هم ده المستوى التاني اللي كان هيكون موجودين مع السنهغال والمغرب في ربع النهائي على الآن أو نص النهائي زي ما بنقول لكن اللي احنا شايفين دقات هذه اللحظة منتخب الجزائي بعيد قوي عن مستوى لسه الجيل دوت لسه ما عندوش الطموح زي البطولة اللي خدوها قبل كده ففي بعض النقط التكتكية خصوصاً دفاعية عندهم ضعف كتير في الناحية الدفاعية وسط الملعب غير متمالك لزمام الأموزة ما بيقولوا لكن بالماضي لغاية دلوقتي لسه ما جابش التوليفة اللي يقدر يلعب بيها بشكل موازل من هو دفع بكل قوائقه الهجومية عن طريق فجولي ونزل البلايلي ومنزل محز ومنزل بنجاح من أول المباراة بحيث أنه يعمل ضغط هجومي على الفريق نعم اتفضل سيغنام ضغط هجومي ويبدأ بالمباراة بالتسجيل لكن للأسف ما حصل ما كهي يعني ما عندوش لسه الحلول الكاملة في الماضي الأولاني شوفنا بيعتمد على القوات السقطة والقوات العرضية الطولية السقطة في خط الدفاع سواء من الجنبين من البلايلي أو من محز أو من الباك اليمين أو اليسار لكن في النهاية مشهية دي هذا الحل الوحيد اللي ممكن يجده أبو نجاح ماضيش اللي فات كان محظوظا كان بيدعب بثلاثة مدافعين وكان بيجد الحلول المساحات والحلول بينهم لكن النهاردة الدفاع واقف كويس بيعمله تغطية في ضغط بعض كويس ما كانش فيه المساحات الكافية في القوات الطويلة حاولوا يعملوا اختراقات من العنق على أرض الملعب لكن للأسف ما كانش فيه هاستسمايب مميز زائد أن هو لسه لغاية دلوقتي ما استغلش عناصر القوة اللي موجودة الشايبي وفي قولي في نص الملعب بيعملوا اختراقات مميزة جدا الناحية التانية محز لغاية دلوقتي طبعا لسه مجالش البطولة للأسف هو من قوة كويس نعم يا سيغنيم نظرة لضيق الوقت ساغل تواجدك معنا للحديث أيضا عن منتخب مصر في المجموعة الثانية طبعا منتخب مصر يكون مرشح أنه يفرد قوته لحدود الجولة الثانية بنقطتين فقط بعد التعادل مع منتخب الموزمبيق تعادل أيضا مع منتخب غانا كيفاش لماذا يمكن منتخب مصر يواجه صعوبات في هذه المجموعة منتخب مصر يواجه زي أي منتخب يواجه صعوبات الجزائي بالضبط اللي لسه مدخلش البطولة لتمنى أن المنتخبات العربية تدخل البطولة يمكن المنطخب الوحيد المنتخب الوحيد اللي قدم هو اعتماد هو المنتخب المغربي منتخب مصر عنده مشاكل فائدية موجودة في بعض اللاعبين عندهم مشاكل سواء في الاندية بتاعتهم زي فتوح اللي لسه واحد من العناصر المميزة جدا اللي احنا كنا مستنيين وبنعول عليه في الجهر يوصى عندنا ترزيجي بيحاول أنه هو يفرد نفسه من خلال الأداء الفائد لغاية دلوقتي لسه ملعبش يا جماعي إلا في آخر عشرين دقيقة في مطش غانا لما نزل وقدر أنه هو يعمل بشكل جماعي بعض الشيء من اسلوبه لكن هو في المطش العولاني يلاقي فائد بشكل كامل مرموش لغاية هذه اللحظة ما دخلش مع العناصر هو عنده امكانيات جيدة جدا لكن وجود فتوح بخلفه بيدي له أريحية في التعامل في القراط أنه هو يخدخل في العمق لأنه فتوح لتقلق في الجهديات محمد حمدي مش عامل بالشكل المطلوب زائد محمد صلاح تأكيزه مش موجود مع منتخب مصر للأسف عنده مشاكل ممكن تكون مشاكل بدانية اللي ظهرت عليه المطش اللي فاته وغصيت عليه في الإصابة لسه الغاية دلوقتي منتخب مصر ما استفادش استفادة كاملة بأقوص لحمة وجودة عندنا في مصر هو مصطفى محمد المهاجم المهاجم المصر لسه الغاية دلوقتي ما بيوصلوش كورتين الوحيدين اللي وصلوا لو في جوة منطقة الجزاء أحز منهم الهدفين سوفوا في مصربي أو في مطش غانا أتمنى أنه هو يبقى في استفادة منه بشكل أكتر عن طريق قوة العادية لأنه مميز جدا فيها يشبه نطري في المنتخب المغربي مع طول طبعا لكن هو في الحتة دي مميز جدا في التكوب بتاعه زائد الفينيش بتاعه عالي زائد أنه ما فيش مساحات بيضيق عليه على حدود المنطقة للتزديد هو مميز في التزديد لغاية دلوقتي لسه السويتش اللي بتعمل في نص الملعب اللي بيعتمد عليه روي فيتوليا ما عملش نتائج مميزة فيه أنه هو يفتح مساحات لمحمد صلاح أو المفروض أنه هو لمحق لمصر عمر مموش لأنه من اللعيب اللي بيعتمد على صوراته زي وزي التزديد بس مموش بيعتمد على التزديد أكتر من التزديد اللي بيعتمد على حل الفرد ويدخل جوه منطقة الجداء ويسدد من مسافات قريبة كل دوت لسه نص الملعب مش موجود المطش الجاي مش هيكون في محمد صلاح هنتمنى هنشوف إيه الحلول اللي هيقدمها روي بيتوريا أتمنى أن أحمد فتوح يكون موجود المطش الجاي لأنه بيدي يكون ثلثة ثابتة كيف ما كان قوله بالمغرب أستاذ خالد غنيم مدرب مصري شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة عبر تطبيق سكايب شكرا جزيلا لك لكل هذه القراءة التقنية طبعا للمتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة من كاس إفريقيا للأمم بالكود ديفوار